الفاسدون الحكوميون في العراق محميون هم وأموالهم بإرادة الأحزاب السياسية هذا هو المشهد السائد في العراق الجديد فمن يتساءل عن سبب تفاقم أزمات العراق الاقتصادية يجد الإجابة عند شركاء العملية السياسية أنفسهم فمن الوزراء الذين لم يتم استجوابهم في البرلمان رغم وجود ملفات فساد تدينهم وتورط شخصيات سياسية في الحكومة الحالية والحكومات السابقة بعمليات بيع وشراء للمناصب الوزارية والدرجات الوظيفية الخاصة إلى إهدار المليارات من الدولارات على رواتب ومشاريع وهمية وهكذا هلم وجر آخر مستجدات ملف الفساد الحكومي هو ما كشفت عنه لجنة الاقتصاد البرلمانية باعترافها بوجود 30 مليار دولار مجمدة لفاسدين خارج العراق وأكدت عدم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن رغم تقديم الأدلة الكافية إلى هيئة النزاهة ومجلس الوزراء أعضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية بهاء النوري أكد من جانبه وجود ضغوط سياسية وأخرى مالية لعرقلة استجواب بعض الوزراء الفاسدين في حكومة المستقيل عادل عبد المهدي أما عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي فقد تحدث هو الآخر عن وجود إرادات سياسية تعيق فتح ملفات الفساد ضد المسؤولين المتورطين وأقرب بأن آلية مكافحة الفساد الحكومي غير واقعية وغير منتجة فشل آلية مكافحة الفساد في دوائر الدولة العراقية تحدث عنه النائب عن محافرة البصر عامر الفايز مؤكدا أنها شكلية ولا تنطبق على كبار المسؤولين ثلث الموازنة السنوية التشغيلية تصرف لأقل من 250 ألف شخص بطرق غير قانونية وأكثر من 20 مليار دولار تذهب سنويا إلى أقل من 100 ألف شخص بحسب تقارير صحفية واقتصادية ما يترك تصورا أوضح لحجم المشكلة التي تثقل كاهل خزينة العراق المتخمة بالديون أصلا خبراء اقتصاديون عراقيون وصفوا العجز المالي في الموازنة العامة بأنه مجرد أكذوبة وأكدوا أن الفساد الحكومي والهدر المالي وسوء التخطيط هي الأسباب الحقيقية وراء أزمات العراق المالية الخانقة حقائق ليست مجهولة بالنسبة للكاظمي وحكومته التي بدلا من أن تبدأ بمحاسبة كبار الفاسدين فضلت اقتطاع نسبة من رواتب صغار الموظفين الحكوميين لسد هذا العجز في موازنتها المالية ترجمة نانسي قنقر